اشتركوا في القناة اكثر الماكينات حاليا اللي مستخدمة في السوق المصري بل عايز اتعدى وكون اكثر قولا واكثر اتساعا واقول انها من الماكينات اللي اكثر طباعة في السوق العالم يمكن اطباعة بتاعة اقمشة الروتري او اطباعة باستوانات الروتري هي الاكثر وجودا في العالم كل وصل ان انا تقريبا بوصل لنسبة الاقمشة المبوعة بتوصل الى نسبة 80% باستوانات الروتري فده يدل وان ده اللي يدل على ان هذه الماكينة من الماكينات الهامة جدا 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 في عملية الطباعة يمكن طباعة الاقمشة عامة وخاصة الاقمشة طبعا اللي هي الفول كافر اللي بنتكلم عنها بتتجه كلها او الغالبية العظمى لها لطباعة الروتري لان الروتري بيديني اولا بيديني عدد الوان كبير جدا 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 اقدر استخدمه فيه عمليات او الوان مختلفة ويديني اقمشة بالوان مختلفة كمان بيديني درجات مختلفة في عملية الطباعة بيديني وجود ليه اللون بشكل مختلف على الاقمشة بتاعتي فمكنات الروتري من المكنات اللي بتستخدم بشكل كبير جدا ولأ اخفيكم سرا ان في الصناعة عمتا الفني الماهر اللي بيشتغل على الطباعة او على مكنات الروتري بيبقى ليه سعر عالي جدا 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 في السوق المصري ويمكن كمان في السوق العالمي فكل ما انا كنت متمكن من هذه المكينة وكل ما انا اكون متمكن من ان انا اشغل هذه المكينة واعرف ايه هي مميزاتها وايه عيوبها ده بيخليني ابقى ليه قدرة اكبر على التواجد في السوق ويبقى ليه سعر عالي جدا في السوق المصري فبالنسبة لنا في سوق العمل او الفني اللي بيشتغل في سوق العمل بيشتغل بيه طباعة الروتري او على مكنات الروتري ده ليه سعر مختلف تماما يمكن بنقول اه ممكن انا كنا بنقول مع بعض ان احنا الطباعة بالشابلونات اللي هي الشابلونات العادية الخشب اللي احنا بنشدها وبنستخدمها في الورش بتاعتنا في الطباعة ممكن اقدر ابدأ بيها في مشروع صغير مع نفسي كده هوت لكن لو انا عايز اشتغل في مصنع ويخشي لي دخل كبير لا فعلا ان انا ابقى متمكن في طباعة الروتري فعشان كده بنقدر نقول ان طباعة الروتري من الحاجات المهمة جدا 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 في عملية الطباعة بصفة عامة وفي عملية الطباعة الاقمشة بصفة خاصة فعشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن طباعة مكينات الروتري ومن الاهمية بتاعتها يبقى انا لازم مش ان انا اعرفها عشان امتحن بيها بس ولا اجيب بيها دراجات وده طبعا مطلوب ولكن عشان ابقى متمكن من هذه المكينة بحيث ان انا لو جالي بعد كده فرصة عمل بعد ما اتخرج ان شاء الله وكلكم تنجحوا وجيبوا درجات كويسة بازن الله بعد ما اتخرج اقدر اشتغل في اي مصنع من المصانع في طباعة الروتري فنتكلم مع بعض ونبص كده مع بعض على مكينات الطباعة بالشابلونات الدائرية الروتري نشوف كده مع بعض ماكنة الطباعة بالشابلونات الروتري ده يمكن صورة صغيرة كده لماكينات الطباعة بالروتري ادي الشابلونات بتاع الطباعة الروتري وادي الشابلونات اللي هي دائرية هي دي اسمها اللي بيقول لها روتري لانها دائرية بالشكل ده وبتلف حوالي نفسها فآآ دي الطباعة هي ودي الخرطوم اللي موجود ده الخرطوم ده متوصل باللون بتاعي يعني الخرطوم ده بياخد اللون هنا هو ادي الحوض او البرميل اللي انا باخد منه اللون او الحوض اللي انا باخد منه اللون ايا كان المسمى فيه وايا كان هو اسمه ايه فيه او خزان موجود في آآ اللون بتاعي بيتسمى باسماء مختلفة على حسب المصنع اللي انا بشتغل فيه وعلى حسب نوع المكينة اللي موجودة عندي ودي بعد ما بياخد اللون هنا هو بيبقى فيه هنا السكواج او الراكل بتاعي بتاع الطباعة طبعا مش هقول يعني ايه سكواج وراكل احنا خلاص بقى هنا ناس في ثالثة وفاهمين ازاي بيتركب السكواج او يعني ايه سكواج او يعني ايه راكل بتاع الطباعة هنا بيبقى موجود الراكل بتاع الطباعة واللي بيحصل ان الشابلونات ده هي او الاستوانات الروتري ده هي بتبدأ تلف هنخليها نسميها شابلونات هيبقى اسمها شابلونات دقرية هيبقى احسن اشتابلونات دقرية دي بتبدأ تلف والراكل ده بيبقى ثابت وبيتحرك حركة اهتزازية او مترددة فيبدأ يحرك اللون اللي موجود عندي باللون والستوناب بتلف ويبدأ يتحرك فيبدأ ينزل اللون اللي موجود عندي على سطح الطباعة بتاعي. وبعد ما بخلص عملية الطباعة بيبدأ يخش على المجفف بتاعي عشان يجفف اللون وبعد كده يروح بعد كده للمراحل التسبيل. وهنا الحوب بتاع اللون بتاعي بيتصل بيه بمضخة. المضخة دي تبدأ تضخ اللون في الشابلونات اللي موجودة على حسب كمية اللون اللي انا عايزة. ايه هي بقى مراحل اعداد الشابلونات الدائرية? هنتكلم الاول على وانحنا بنتكلم عن مراحل اعداد الشابلونات الدائرية هنتكلم عن المراحل بصفة عامة وبعد كده هنمسك مرحلة مرحلة نبدأ نشرحها. يعني احنا هنقول ملخص كده صغير عن كل مرحلة وبعد كده نبدأ مرحلة مرحلة نبدأ نشرحها ونبدأ نقول ايه دورها? ليه بنتكلم بالكلام ده? ان الشابلونات الدائرية هي يمكن تمانين في المية من القماش بيتطبع بالشابلونات الدائرية على مستوى العالم كله. اول حاجة مكتب الرسم واعداد التصميم. طبعا مكتب الرسم واعداد التصميم وهو بيعمل للرسم بتاعي او التصميم بتاعي لازم التصميم بتاعي ابقى فيه يتميز بصفتين. الصفة الاولانية ان يبقى محيط الاستوانة على قد طول التصميم. يبقى طول التصميم بتاعي على قد محيط الاستوانة. بحيس ان هو ما يلف حوالين الاستوانة يبقى على قد محيط الاستوانة بالزبط. ممكن يفرق ملي او اتنين ملي والملي او الاتنين ملي دولت عشان لما الشابلونات تبدأ تطبع واللون يبدأ يفرش ما يحصل ليش ركوب في عملية اطباع. فبيفرق تقريبا واحد او اتنين ملي بكتيره. ده على اقصى تقدير. عشان اه معدل فرش اللون. وفي بعض المصانع ما بتعملش الفرق دوت لاني بتبقى العجام بتاعتها لها سمك شوية. فما بحصلش فرش للون بشكل كبير. فبيعمل التصميم على القد بالزبط. وكمان لازم يبقى الطول بتاع الاستوانة بتاعي يبقى على قد برضو طول التصميم. خلي بالك من حاجة مهمة قوي في موضوع الاستباعة بالاستوانات الروتري كمان اني لو انا التصميم بتاعي محيط اه عدد التقرارات بتاعه لازم يتناسب مع محيط الاستوانة. ما ينفعش يزيد. يعني لازم عدد التقرارات يقبل القسمة بعدد صحيح على محيط الاستوانة. يعني لو انا دلوقتي المسلا اه طول الاستوانة اه طول التصميم بتاعي عشرة سمتي. ومحيط الاستوانة خمسين. يبقى ده معنى ان انا قرره على الاستوانة كم مرة? ايوة خمس مرات. طيب لو عندي التصميم بتاعي احداشر والاستوانة محيطها خمسين. لا ده يبقى كده هيبقى مثلا فيه اربع مرات وجزء او خمس مرات وجزء. فلا يبقى ما ينفعش يبقى ما ينفعش التصميم بتاعي ده ولازم اعدل فيه. يبقى التصميم لازم يقبل او محيط الاستوانة يقبل القسمة بعدد صحيح على محيط التصميم او طول التصميم بتاعي. ده يبقى ده مكتب الرسم وعدد التصميم. وطبعا مكتب الرسم بيعد الرسم بشكل جيد وبيبدأ يشوف التصميم بتاعه بالشكل الجيد بتاعه. بعد كده التصوير الفوتوغرافي وده التصوير الفوتوغرافي ده بعمل ايه فيه? بابدأ ادهن الشبلونة بتاعتي به الحساس او المادة الحساسة بتاعتي يجريه الضوء وبعد ما بدهنها بشكل معين برل السكواش بتاعي او بطريقة السكواش الحلق اللي موجود عشان ابدأ ادهن اللون عليها وبعد كده هو بسيبها تجف وبعد ما بتجف في مثلا اشياء تحت الحمرة وطبعا ما تبقاش معرضة للضوء بعد كده ببدأ الف عليها التصميم بتاعي وفي الماكينات الحديثة بيطبع التصميم على طول على الشبلونة بتاعتي وفي ماكينات تانية يمكن بيتعرض بالليزر بيبدأ الت الفيلم يتصور مباشرة على التصميم بتاعي من غير ما احتاج حتى اطبع الفيلم على الماكينات بتاعتي وبعد كده بنبدأ بقى نصور الشبلونات لو انا طبع الفيلم على الماكينات بتاعتي بابدأ اصور الشبلونة بعرضها للضوء واحنا عارفين طبعا ما بتتعرض للضوء الاجزاء اللي هي ما تعرضتش للضوء ما بيحصل لهاش تسلط لكن الاجزاء اللي تعرضت للضوء بيحصل لها تسلط وبعد كده بابدأ ارشابه الماء وبعد كده ما بابدأ ارشها بالمية بيبدأ ينزل الالوان اللي او الجزء اللي ما تعرضش للضوء والجزء التاني بيبقى متسلط ويبقى كده الشاب لنا بتاعتي تتصور لكن احيانا في بعض الاجزاء بتقع مني فبعمل عمل عمل رتوش بعمل رتوش بيه الحساس لاجزاء اللي وقعت لو فيه اجزاء وقعت وعشان ازبط التصميم بتاعي وده بيبقى على فنوس الاضاءة وبعد كده الزق الحلقات على استوانة بتاعة اطباعة بتاعتي وبعد كده بعمل عينات لي الالوان بحط الاسطوانات وابدأ اعمل عينات الوان بالالوان المختلفة اللي انا عايزة عشان اشوف درجات الالوان واشوف التأثيرات بتاعتها هل ازود الضغط بتاع الراكل او اقلل الضغط ازود السرعة او اقلل السرعة عشان احصل على درجة اللون المطلوب على حسب الشغل بتاعي وبعد كده نبدأ نتكلم بقى بالتفصيل عن مكتب الرسم نشوف ويهي التصوير على الشاب لون الدائري الشاب لون الدائري مصنوع اول حاجة الشاب لون الدائري ده بقى صنوع من ايه وده سؤال مهم جدا لازم نسأله البعض قبل ما نبدأ نفكر في عملية الطباعة الشاب لون الدائري ده بيبقى مصنوع من ايه المادة اللي بتصنع منها الشاب لونات الدائرية يا شباب بيبقى مصنوع من النيكا الكروم النيكا الكروم ده في مستين الميزة الاولانية ويمكن لما كنا بنتكلم عن الاستوانات النحاسية كنا بنتكلم عن ان احنا بعد ما بنحفر الاستوانات النحاسية بنغطيها بطبقة النيكل كروم. وكنا بنتساءل ليه بنروح ليه ان احنا نغطي الطبقة او الاستوانات النحاسية دي بطبقة النيكل كروم. كنا بنقول ان احنا بنغطي الاستوانات النحاسية طبقة النيكل كروم عشان طبقة النيكل كروم فيها مستين. الميزة الاولانية انها مادة قوية صلدة. وغير النحاس النحاس ضعيف. فممكن مع الضغط النحاس يتأثر به الضغط ده. فيبدأ التصميم ابعاته تتغير او التصميم يختلف في التصميم بتاعي. ده جزء. جزء التاني. وده المهم ان النحاس بيتأثر بيه المواد الكيميائية. ده احنا النحاس احيانا بنفتحه بالاحماط. زي حمد الناتريك وحمد هيدروكلوريك اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. او كلوريك الحدي دي. فقلنا ان احنا بنحفر النحاس بيه الاحماط ده هي. طب انا لو عندي سبغة حمضية. ويه جي تطبع? ايه اللي هيحصل? هبصة ان الاحماط اللي موجودة في هزي السبغة هتبدأ تأثر على النحاس بتاعي. فاننحاس اتأثر بالكيميائيات. فكنت بغطي بتبقى بالنيكل كوروم لاني. النيكل كوروم لا يتأثر بيه الكيميائيات. طب تعالوا بقى ناخد الجزئية كده. بتاعت ان هو صلط وان هو ما بتأثرش بالكيميائيات. ونعمل منه شبلونات. بشاشة زي بالزبط الشاشة الحريرية اللي احنا بنطبع بيها العادية اللي احنا بنشوفها في الورج بتاعتنا. او في المعامل بتاعة الطباعة. ونعمل منه شبلونا. بس الشبلونا دي استوانة. يعني هنعمله سلك. والسلك ده نعمل منه استوانة. والسل استوانة ده هتبقى من النيكل كوروم. طيب. هيبقى احنا كده حصلنا على مستين. ايه هما المستين دولت? الميزة الاولانية انه هو مش هيتأثر تماما بكيميائيات الطباعة. يعني اي كيميائيات احطها واي نوع خماتة انا هبدأ احطها في عملية الطباعة هو مش هتأثر بها. ادي اول ميزة. الميزة التانية انه هو صلد. فهيتعرض او يعني هيتحمل الضغط الواقع عليه من الراكل بتاع الطباعة. ايب انا استفدت كده منه في المستين بتوع انه هما اه مش هتأثر به الكيميائيات وفي نفس الوقت هيتحمل الضغط بتاع عملية الطباعة. فعشان كده بنقول ان استوانات الطباعة بتاعت الروتاري بتتعمل منين? من مادة النيكل كوروم. كمان مميزاته بقى انه هو مارين. احنا قلنا المميزات العامة. نشوف فقا المميزات اللي احنا مفروض نكتبها عندنا في الامتحان. اول حاجة المرونة سبات ابعاده. مع سبات ابعاده ده نتيجة انه هو صلد. فيبيبدأ يتحكم في اه السبات الابعاد بتاعته مرتتغيرش مع مرور الوقت ومع الضغط. كمان بيقدر يقاوم الاحتكاك والكيميائيات بتاعته. يبقى من مميزات الاستوانات الروتاري انه هو مارين. سبات ابعاد مقاوم للاحتكاك والكيميائيات. نشوف فقا كده مع بعض عملية غسيل الشبلونات الدائرية تمهيدا لعملية الطلاق بالمادة الحساسة. نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي. ان انا قبل ما بدهن الشبلونة بالمادة الحساسة لازم اعمل لها عملية غسيل. طب انا ليه بقوم بعملية الغسيل ده هي. اولا احيانا نتيجة عملية الصناعة بيبقى موجود بعض الكيميائيات او نتيجة مسلا ان انا ركن الاستوانة بتاعتي بيبقى موجود بعد الزيوت بعد الرطوبة بعد المية اي حاجة موجودة في المسام بتاعة الشبلونة. فانا بعمل لها عملية غسيل. ليه? عشان لو في اي كيميائيات او اي اه تأثيرات موجودة على الخامة لازم اتخلص منها قبل ما دهنها بالمادة الحساسة. وعلى فكرة ده تقريبا نفس الموضوع اللي احنا بنعمله على الشبلونات المسطحة العادية. ان احنا برضو بنخسلها. بنخسلها ليه? عشان لو بنعمل لها حاجة يمكن بنقول عليها في الصناعة عاملة تطهير. تطهير ليه? لان لو فيها اي بكتيريا او اي كيمويات او اي مواد موجودة عليها بقتل المواد دي. طب ايه المشكلة في المواد دهنها لو فضلت موجودة على الشبلونة? لو فضلت موجودة على الشبلونة المواد دي ممكن تتأثر بيه المادة الحساسة للضوء. فتعمل لي نقر او تعمل لي اه نقط او تعمل لي اي مشاكل في عملية التصوير. او المواد دهنها ما تاخدش حساس. فما اجي اصور. ابصة ليه ان المواد ده يبتدى الطقع عندي. على الشبلونة فتعمل لي زي نقط صغيرة كدوة موجودة على الشبلونة. فابدأ اعمل لها ادنى احساس تاني فتعمل لي مشاكل. يبقى لازم قبل ما اعمل او قبل مدهن الشبلونة او الاستوانة بتاعتي لازم اعمل لها عملية اسمها عملية الغسيل او عملية التطهير. بقى اتهرها ببعض الاحماض زي مسلا حمض السيانور او اغسلها بالماء والصابون بعدة مرات عشان اتخلص من اي مواد متسخة موجودة فيها. خطوات اعداد الشبلونة الدائري. ليه ازاي بقى بنعد الشبلونة الدائري? نشوفها كده مع بعض. اول حاجة بحط الشبلونة الدائري داخل فرن درجة حرارته مية واربعين درجة مقوية لمدة ساعتين مع تركيب حلقتين من الالمونيوم من طرفية الشبلونة الدائري للحصول على الشكل الدائري المنتصر. طيب ليه بحطها في فرن درجة حرارته مية واربعين درجة مقاوية قلنا عشان لو فيه اي بكتيريا او فيه اي مواد موجودة على الشابلونة ابدأ اتخلص منها بشكل مباشر ابدأ اقتل هزيه المواد قبل كمان يمكن عملية الغسيل يبقى انا بحطها في الفرن الاول قبل عملية الايه الغسيل بعد كده بخسل الشابلون الدائري بحمض الكروميك او حمض السيانور ما فيش مشكلة فيه المشبع بقطع من قماش البوليستر ثم يشطف بماء بارد ثم نخسل الشابلون الدائري بمحلول عشرين في المية من السوداء الكوية وزلك المعادل القصور حمض الكروميك المتبقية وبعد كده اجفف الشابلون الدائري تماما يبقى انا اول خطوة من خطوات اعداد الشابلونة ان انا بحطها في فرن درجة حرارته مية واربعين درجة مقوية لمدة ساعتين ليه بحطها في فرن بدرجة حرارته مية واربعين عشان لو انا في موجودة بكتيريا احنا دلوقتي في حاجات واحنا قاعدين يمكن ده ما بنشوفوش الا ما منتعرض مسلا لشمس او كده بنلاقي زي نقط او بكتيريا او اي حاجات طايرة موجودة او حتى وابرة موجودة على المشياء في الجو وخفيفة جدا لدرجة ان احنا ما بنشوفهاش الحاجات دي بتترسب على الاستوانة اللي موجودة عندي من الركنة طب الحاجات ده هيت لازم اقتلها وتخلص منها خالص فبعمل ايه بحط الشابلونة في فرن بدرجة حرارته مية واربعين درجة مقوية فاي بكتيريا او اي حاجة موجودة وانا مش شايفها وموجودة فيه المسام بتاعت الاستوانة بتبدأ تتقتل طيب ليه بعمل الكلام ده لاني الحاجات ده هيت هتبقى عاققي يعني انا مسلا لو انا دلوقتي جيت حطيت اي مادة على اداية مسلا واداية داية مسلا فيها اي تسخات فلاقي كل اداية تدهن بيه المادة داية معادة الحتة اللي فيها الاستخات ليه لانها ما وصلت لهاش المادة بتاعتي فيبقى انا الماجهة دهن الحسيس على اللستوانة كل اللستوانة هيدهن معادة الحتة اللي فيها البكتيريا دي. ودي حتة ما بتبقاش متشافة. لكن لما اجي اطبع بيها ابص الاقي ان الحتة داية عملية لسقوب في عملية الطباعة فلاقي بقت نقط خفيفة جدا ممكن مش بتشافة لكن مع قسرتها على سطح الخامة ابص الاقي القماشة بقى فيها نقط الوان انا مش راغب فيها. فعشان كده لازم اعرضها لدرجة حرارة مية واربعين درجة مقوي. طيب بعد ما عملت الكلام ده هو ابدأ بقى اطهر الشابلون ده هي اتوشيل من عليها اي حاجة. فبطهرة بايه? بحمد الكروميك المشبع بقطعة من البوليستر. ليه بقول قطعة من البوليستر مش قطعة من القطن? لان احنا عارفين ان البوليستر ما بيقومش عليه اي كائنات فطرية لانه ملوش مسام. لكن القطن ليه مسام. فممكن يتكون عليه كائنات ويعمل لي وابرة. فيعمل لي مشاكل. يبقى انا بعدا ما قدت بتخلص من المشاكل اللي موجودة او اي وابرة موجودة على الخامة. لا ده انا كمان بجيب لها وابرة نتيجة ان انا بعمل بقطعة من الاقمشة القطنية. فانا بعمل ايه? بعمل قطعة من البوليستر لان البوليستر ملوش مسام وكمان ملوش وابرة. وما بيتأثرش بالاحماض. لكن القطن هيتأثر بالاحماض ويدوب من الحمض اللي موجود عندي. فيعمل لي وابرة. فيعمل لي مشاكل. لا يبقى انا هعط قطعة من البوليستر عشان ما تتأثرش كمان بايه? بالاحماض. وكمان ملهاش مسام فابدأ اطهر الشابلونة بتاعتي بحمض الكروميك طيب انا طهرت الشابلونة بحمض الكروميك وعملت التنضيف بتاعي والشابلونة خلاص بقت نضيفة جدا لازم ما سيبش الحمضة موجودة على الخامة لان لو سيبت الحمضة موجودة على الاصطوانة بتاعتي ايه اللي هيحصل بعد كده اما اجي احطت مواد كيميائية حتى لو شاصلته شطف جيد لا اما اجي احطت بعض المواد الكيميائية ممكن يؤثر فيه المواد الكيميائية بتاعت الطباعة او يؤثر فيه الخامة نفسها فهيبقى انا عايزة تخلص من الاحماض داية اعمل ايه اعادل بعد كمان الغسيل اعادله بصودة الكوية بعمل عملية معادلة بالصودة الكوية تقريبا تركيزها عشرين في المية وبعد كده اروح اغسر الشابلونة بالصودة الكوية يبقى انا كده عملت عملية معادلة فما بقاش بقى الشابلونة بتاعتي او الاصطوانة بتاعتي دائرية داية معالهاش اي حاجة او الدرجة بتاعتها متعدلة فانا ما احطت اي مواد كيميائية مش هتتأثر بها لانها متعدلة فعشان كده بعمل عملية تاعتر وبعد كده بخسلها واشطفها بشكل جيد واعمل لها تكفيف وبعد كده ابدأ احط عليها الحلق بتاعي وابدأ اشتغل بتاعي بعد كده بده المستحل بالتصوير المضاف اليه بكرومات السوديوم وتم الدهان على مكينة خاصة للدهان طبعا الحساس بتاعي بحط عليه بكرومات السوديوم وقلنا اني احيانا بيبقى الحساس ده هو موجود على مختلف من مواد معينة او من شركات معينة بتختلف لكن احنا خلينا في الحساس اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو الحساس بتاع التصوير اللي بنضيف ليه بكرومات السوديوم وبعد كده بندهنه بمكينة خاصة المكينة طبعا بتبقى دائرية عشان تقدر تلف حوالين بس ده لازم يبقى كمان بعد ما يكون ركبت الحلقات لان المكنة اللي بتحط عليها الحساس بتبقى دائرية فعشان كده لازم يكون ركبت الحلقات الحلقات الدائية هي اللي بتدي استدارة للاستوانة بتاعتي تمام وبدهنها بوسطة الراكل اللي هو المستدير دهوت اهو ده المنظر بتاعي ادي هنا هو ادي الشابلونة اهيه دي الشابلونة مش مدهونة وببدأ ادهن بقى ايه عليها الحساس يبدأ يطلع لفوق كدهوت بلاستوانة ويبدأ ينزل على الاستوانة او دي عملية الاطلاق اللي بتتم بشكل ميكانيكي على الاستوانة بتاعتي بتبدأ تطلي الاستوانة بتاعتي بالشكل اللي انا شايفوه ده قدامي على الشاشة ايه بقى هي خواص المواد الحساسة المستخدمة في عملية التصوير يعني احنا عملين نقول حساس والمواد وتصوير والكلام دهوت ايه هي الخواص اللي موجودة في المواد الحساسة او المواد اللي انا بستخدمها في عملية التصوير اولا تبقى مادة زاتة مرونة عالية يعني المادة بتاعتي لازم تبقى ايه? زاتة مرونة عالية. يعني يبقى سهل في ان هو عملية الفرد على الاستوانة. كمان يبقى سهل التحضير وسهل التشغيل. يعني ما يعمليش مشكلة في عملية التحسيس بتاعي بتاعت الشابلونة بتاعتي. ويبقى سهل في فرده على الاستوانة بتاعتي. وما يعمليش مسألا يعمل لي نقر او يعمل لي كلاكيع او حاجات اه يعني معجنة على اه سطح الخامة بتاعتي او سطح الاستوانة بتاعتي فيعمل لي بعد كده مشاكل في الطباعة فما تيكي تنزل يبقى مسلا نفترض ان في الحتة ده يبقى فيه تصميم بتاعي فإنما اجل نزله ابو الصلاقي الحتة كلها نزلت على بعضيها فيعمل لي مشاكل فيبقى سهل التحضير وكمان سهل التشغيل وسهل التشغيل النوات يعني سهل الفرد على سطح الخامة بتاعتي او سطح الاستوانة بتاعتي كمان لازم ودي بقى حاجة مهمة اوي 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 اللي احنا لسه كنا بنكلم عنها وبنقول انها يمكن شرط من الشروط اللي تبقى موجودة في الستوانة بتاعتي انها تبقى تتحمل او تقاوم المواد الكيميائية تقاوم المواد الكيميائية ده مش معناه انها هتتفاعل معها او تقتلق لا ما تتفاعلش مع المواد الكيميائية المقصود هنا بالمقاومة انها لا تتفاعل مع المواد الكيميائية بل بالعكس لا تتأثر بها تماما فيبقى من صفات المادة الحساسة اول حاجة انها زات مرونة عالية تاثانيا انها سهلة التحضير وسهلة التشغيل بها مقاومة عالية للمواد الكيميائية الموجودة في معجون الطباعة وكمان تتقاوم الاحتكاك ليه بتقاوم الاحتكاك؟ لاني المادة الحساسة دي للنهار الراك العمالي يحك فيها رايح جاي والمواد اللونية بتحك فيها رايح جاي نتيجة ان الاستوانة بتلف عدد لفات كبير جداً فبيحصل لها احتكاك فلو هي مع كل شوية احتكاك بصة لايه المادة الحساسة دي بتدت تقع يبقى انا كده بتده يعمل لي مشكلة في الطباع يبقى انا كل شوية الاستوانة وابدأ اصورها تاني مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وعشر لحد ما خلص التصميم بتاعها والقماش بتاعها والكمية بتاعتي يعني انا مسلا عايز اطبع خمس تلاف متر اعب بقى في كل مية متر اعب ده اغير الشبلونة تاني ده موضوع كبير جداً ومكلف جداً طبعا فلازم يقوم الاحتكاك تمام؟ دي خواص المواد الحساسة خطوات اعداد بقى الشبلونات كمان لازم بعد ما اجفف الشبلون بجففها في طيار بعد انا خلاص بقى دهانت عليها المادة الحساسة بتاعتي واللي عرفتنا خواصها لازم اجففها في طيار من الهواء الساخن لمدة ساعتين طبعاً هنا سخونة الهواء ما تبقاش درجة حرارة عالية قوي لان لو درجة حرارة عالية قوي ايه لا هيحصل للمادة الحساسة هيحصلها تسلط كامل ومش هتتأثر بلبضوء ولا بغيره بل بالعكس هيحصلها تسلط كامل ويحصلها عملية بلمرة كاملة وده هيخليها انها ما تتأثرش لبضوء ولا اي حاجة لا بل بالعكس لا ده انا بعرضها الهواء دافئ مش ساخن لدرجة عالية يمكن درجة حرارة بتبقى تلاتين درجة مقوية داخل جهاز التكفيف ويصبح الشابلون الدائري كده جاهز لتصوير خلي بقى لنا من نقطة مهمة جداً واحنا بتتكلم عن الاسلوانة هنا هوت ان الحساس بتاعي ده بيبقى هاي عبارة عن مادة المادة ده بتعمل البوليمر ده بيبقى موجود على سطح الخامة البوليمر ده لو حصلوا عملية تسلط كاملة يبقى ده معناه انه هو مش هتأثر بالضوء ولو متأثرش بالضوء يبقى الصفة اللي انا حطه فيها عشان اقدر اصور الشابلونة مش موجودة يبقى انا كده مالوش لازمها يحصلوا تسلط كامل ويقفل على الشابلونة هيبقى كمان صعب الازالة وفي نفس الوقت انه هو مش هتصور يبقى انا كده ما استفدتش بيه فعشان كده منحطه في درجة حرارة تلاتين درجة مقوية وايه وحد يبقى مثلا عفوا هو حدي في الامتحان يكتب ان هو بعرضه لدرجة حرارة مية درجة مقوية او حراره الهواء ساخن لا هو دافئ هو هواء دافئ درجة حرارته تلاتين درجة مقوية اللي بيحصل ان هو بيحصل له بس بيجف مش بيتسلط لان انا لو وصلت لمرحلة التسلط ده معناه ان هو مش هتأثر بالضوء يبقى انا بعمله عملية جفاف بس مش اكتر عشان بعد كده لما عرضه للضوء يحصل بقى ايه اللي هيحصل الاماكن اللي يتعرض للضوء يحصل له تسلط لكن الاماكن اللي ما اتعرضتش مش احصل له تسلط وتبدأ تقع معي في عملية التصوير ودي حتة مهمة جدا جدا ويمكن دي حتة فنية لازم تاخد بالك منها وانت بتشتغل ما ينفعش ان انا مثلا الفرن اللي انا جففت فيه الشبلونة قبل ما اصورها اللي هو ده كان درجة حرارته مية واربعين درجة مقوية هو هو الفرن او احطه في نفس درجة الحرارة اللي انا آآ بعد ما دهانت الشبلونة بمادة الحساسة ده درجة وده درجة خلي بالنا من الحتة دي مهمة قوي في الشبلونة اللي انا بجففها بحطه في درجة حرارة كام مية واربعين درجة مقوية اللي هي قبل ما تدهد لكن بعد ما دهانته احطه في فرن درجة حرارته كام تلاتين درجة مقوية دي خلي بالنا من الحتة دي مهمة جدا 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 لانها حتة فنية مهمة ولازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل او واحنا بنحل فيه الامتحان بعد كده من خطوات اعداد الشابلونت الدائري ان انا بجففها في درجة حرارة تلاتين درجة مقوية وبعد كده الشابلون كده بقى جاهز عندي للتصوير. ده شكل الجهاز التصوير نشوفه كده مع بعض على الشاشة بتاعتنا هي. ده شكل الجهاز بتاع التصوير بتاعي. نبص عليه مع بعض. اهو ده شكل الجهاز التصوير بتاعي. دي اللي موجود جوه جهاز التصوير ده. ادي الاستوانة بتاعتي هي. ومحطوط عليها الفيلم. يعني اللي موجودة الاسطوانة يعني انا قدي الاسطوانة هي حاضرة هي معايا ولزقت عليها الفيلم بتاعي والفيلم بتاعي قلنا عدت تقرارات التصميم على قد محيط الاسطوانة بتاعتي. اللي موجود وغرها ده يا شباب دي الاضاءات اللي موجودة. يعني دي الاضاءات اللي موجودة. بتبقى لومض من النيون او آآ لومض من الزبق على حسب نوع المكنة وعلى فكرة الجهاز التصوير ده في منه كده وفي منه آآ يعني في منه افقي وفي منه رأسي. الرأسي ده بيبقى بالطول. فالشابلونة كده بدل ما هي بالعرض كده هتبقى بالطول. طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا? اللي بيحصل ان انا ببدأ افتح الضوء ويبدأ الاسطوانة ده تبدأ تلف قدام الضوء بتاعي. فتبدأ كل جزء من اجزاء الاسطوانة يعني انا الاسطوانة بتبدأ تلف بشكل دائري على حوالين المحور بتاعها ده. يعني المحور اللي موجود المستقيم قدامي ده بيبدأ يلف حوالينه الاسطوانة. المحور اللي موجود ده اهو ده المحور ده بتبدأ تلف حوالي الايه? الاسطوانة. فالمحور ده يبدأ الاسطوانة تلف 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 حوالينه والاضاءة مفتوحة. فإن اللي يحصل? اللي يحصل ان الشابلونة كده كلها بتبدأ تتعرض للضوء اللي موجود عندي ده. فالاماكن اللي هي تعرضت للضوء بيحصل لها تسلط. طب والاماكن السودة اللي هي الضوء احجاب عنها مش تتسلط ولا اي حاجة. فما يجي بعد كده واتطلق فيها المية. ابصة الاماكن دي تقع. والاماكن اللي هي اتعرضت للضوء دي ما تقعش. فتبقى الاماكن دي مفتوحة هي دي اللي هينزل منها اللون بتاعي بعد كده في عملية الطبع. قطوات اعداد الشابلونة في بالنسبة لي جهاز التصوير. اول حاجة عند بداية التصوير بيعرض الشابلونة للضوء على حسب نوع التصميم ومساحة الرسم به على مثلا لو استخدمنا خطوط ومساحات متوسطة. فبنعرضه من اتنين لخمس دقايق وفي المساحات الكبيرة بنعرضه من عشرة لخمس دقايق. نيجي النقطة مهمة قوي ودي لازم نتكلم عنها في التفصيل. آآ النقطة فيه نقطتين يمكن في الحتة دهيت عايزين نتكلم عنهم بالتفصيل ويمكن نستطرد فيهم شوية في الحديث عن ان احنا بنتكلم واحنا المساحات بتاعت الشابلونة بتاعتنا. يعني انا دلوقتي الشابلونة دهيت او اللي استوانا آآ روتري دي او نخليها نقول عليها الشابلونة الدائرية دهيت الشابلونة الدائرية دي هي عبارة عن ايه? عن خطوط طول وخطوط عرض. تمام? وخطوط الطول والعرض دهيت عدد المربعات دي اختارها بناء عليه. يعني انا اقول مسلا انا اختار شابلونة عدد المربعات فيها مسلا تمانين آآ مربع في الصنطي. او مية وعشرين مربع في الصنطي. او تلاتين مربع في الصنطي. انا هختار عدد المربعات دي بناء عليه. ايه? اختار عدد المربعات ده هي بناء على شكل التصميم بتاعه. يعني انا لو عندي تصميم مساحة كبيرة. كمية لون كبيرة او مساحة ضخمة كده مسلا. مسلا مربع اسود مسلا. المربع ده هو ده معنى ان المربع كبير فيه مساحة كبيرة. فده معنى ان انا هنزل كمية لون كبيرة. يبقى انا كده ده معنى ان انا عايز اه العدد المربعات اللي موجودة في الصنطي تبقى صغيرة ولا كتيرة? ايوة فعلا تبقى لا تبقى مربعات كبيرة. ليه? عشان انا هنزل كمية لوم كبير. فعشان كده يبقى انا ساعتها هختار مسلا تلاتين مربع في الصنطي الواحد. طيب لو انا عندي بقى خطوط صغيرة وخطوط رفيعة وهشير ودرجات لوم مختلفة والوان صغيرة وخطوط رفيعة جدا والكلام ده. طب يبقى انا محتاج ايه? لا يبقى انا محتاج مسلا تمانين مئة وعشرين مربع في الصنطي عشان تنزل الخط. ابص الاقي الخط موجود على القماش بتاعي خط شرب مفهوش اي لايمين ولا شمال ولا اي حاجة. فيبقى انا كده هختار المربعات. طب هل ده بس اللي هيأثر فيه عملية الطباعة? لا. نيجي لنقطة مهمة ويمكن انا شرحت الحتة دي عشان نوصل للنقطة دي. كمان زمن التصوير. يعني الزمن اللي انا هعرض فيه بلسطوانة بتاعتي ليه? الضمن ده هو هيتحكم فيه ايه? هيتحكم فيه نوع التصميم. يعني انا لو انا بحط تصميم آآ رفيع او خطوط رفيع خطوط هشير كده صغنانة او خط مستقيم رفيع من اللي هي الخطوط الرفيع للألم اللي بننشوفه صغير كده مسلا في بعض الامصان او الكلام دوت. يبقى انا لازم اختار هنا هو آآ وقت تصوير قليل. يبقى مسلا من دقيقتين لخمس دقايق. يعني انا اعرض الشابلونة هنا لضوء قليل. ليه? لان الضوء لو انا عرضت الفترة كبيرة ده معناه ان الضوء هيغطي كمان على الخط المستقيم فيبدأ ابصها لقى الشابلونة كلها وقعت. يبقى انا لازم اعرض لضوء فترة ضوء قليلة. طيب لو انا عندي بقى مساحة كبيرة. لا مساحة كبيرة لا يبقى هنا هوت لازم اطول شوية في مدة التصوير. فاخد التصوير من عشرة لخمستاشر دقيقة. ده معناه ان انا الشابلونة هتتعرض للضوء لفترة اكبر شوية. طب ليه هاعرضها للضوء لفترة اكبر شوية? عشان تقدر تخترق المساحة اللي حوالينا دقيقة والمساحة دي كلها تقع ويحصل تسلط جامد لاني ده معناه ان انا هحتاج وقت اكبر في ان انا انزل المساحة المتسلطة دقيقة فلازم يبقى المتأكد ان الحساس متسلط بشكل قوي. فيبقى انا في المساحات بحط من عشر لخمس دقيقة. لكن في الحاجات الخطوط رفيعة باخد من دقتين لخمس دقيقة. ده بالنسبة لزمن التصوير. نشوف حتة تانية مع بعض. وهي ايه هي بقى نشوف العوامل كده نشوفها بقى مع بعض اللي بتتحكم في زمن التصوير. اول عامل من العوامل اللي بتتحكم في زمن التصوير هو نوع الاضاءة وقوة. ونوعية التصميم والمساحات الرسمة به. ونوع الفيلم ودرجة شفافيته. نوع الحساس المستخدم والبكرمات فيه. عدد سقوب الشبلونات فيه البوصة الطولية. نشوف كده جزء جزء مع بعض نتكلم عنه بالتفصيل. نوع الاضاءة وقوة. نوع الاضاءة وقوة لما بنتكلم عنه ده معناه ان انا لو انا عندي مسلا في يمكن الشكل اللي احنا كنا لسه شايفينه من شوية مع بعض ان عدد اللومت الموجود مسلا عشر لومت. هل زي ما يكون عدد اللومت الموجود خمس لومت? اكيد لا. فالموضوع هيختلف. فيبقى نوع الاضاءة وقوة هيتحكم في زمن التصوير. طب انا لو انا التصميم بتاعي محتاجه انه اتعرض لضوء كبير. يبقى انا لو انا عندي عشر لومت? لا يبقى الوقت ايه? هيبقى قليل. طب لو عندي خمس لومت بس. لا هتطر ان انا زود في الوقت. عشان اعود الاضاءة. كمان مش نوع الاضاءة وقوتها بس ده كمان مدى القرب والبعد ما بين الاستوانة ومصدر الضوء. يعني كل ما مصدر الضوء بيعد يبقى انا هطول في الوقت شوية. لكن كل ما مصدر الضوء اقرب يبقى انا هقلل في الوقت شوية. وكمان قوة الاضاءة اللي احنا بنتكلم عليه. والاضاءة سواء بيضة. مثلا لو احنا بنقول كنت لسه بشرح لحضراتكم وبقول لكم ان فيه عندي اضاءة نيون وفيه اضاءة زيبق. الزيبق اضاءته اقوى. فعشان كده يبقى انا ممكن اقلل في الوقت شوية. لكن مثلا النيون اضاءته اقل او اضعف شوية. يبقى انا ممكن ازود في الوقت شوية. فده نوع الاضاء. والتصميم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه لو خطوط او مساحات. المساحات هتاخد وقت اكبر لكن الخطوط هتاخد وقت اقل. كمان نوع الفيلم. الفيلم بتاعي نوعه ايه? يعني الفيلم يعني ايه نوع الفيلم ودرجة شفافيته? يعني انا مسلا لو انا بعمل على شفاف او وقرة اللي هو المخرفش او اللي هو الفوتوكوبي ده. الورق ده هو بياخد مسلا الفوتوكوبي ده بياخد وقت اكبر شوية. لكن الورق الشفاف بياخد وقت اقل شوية. فنوع الفيلم مهم جدا. نوع الحساس. واحنا قلنا ان احنا عندنا شركات مختلفة في الحساسات وفي كل شركة بتدي انواع مختلفة من اه الانواع بتاع الحساسات ودرجة حساسية الفيلم نفسه. ونوع اللي بتظهر فيه. ففيه بتظهر على طول وفيه بتظهر فيه وقت قليل. كمان عدد السقوب اللي لسه كنا بنتكلم عنها ان السقوب بتفرق معايا على حسب نوع التصميم. كل الحاجات دي بتحدد وقت التصوير. يبقى وقت التصوير وبتحكمش فيه نوع واحد بس او عامل واحد بس. لا ده احنا بتحكم فيه عدة عوامل. ويمكن كنا بنتكلم عنهم بس ايه محددنا همش في صورة نقط. لكن احنا كده بنحددهم في صورة نقط. ايه هو? نوع ضوء وقوته. نوع التصميم ومساحة الرسم. ونوع الفيلم ودرجة شفافيته. ونوع الحساس المستخدم. عدد السقوب الشابلونة في البوصة الطولية. ازاي بقى بنركب الحلقات على اه بداية ونهاية الشابلونة. ادي التاريقة هي اللي بتركب بها الحلقات. بناخدها على اسطوانة. والاسطوانة ده بيبقى فيها مصدر هوا او هي اسطوانة اساسا من المعدن. وبنبدأ نركب الحلقات بيها بحيث ان احنا نراعي الاستدارة في عملية الحلقات. ايه هي الطريقة اللي بنعدي بيها ونصور بيها الشابلونات الدائرة? من اول اللي بنركب الشابلونة بنتم تركيب الشابلونة لازل سبق الدهان وبنمدى الحساسة على قالب منفوخ به الهواء. طيب. ليه بنحط دايما ودي برضو سؤال ممكن يجيلي في الامتحان ليه بقى قالب منفوخ بالهواء ما بنحطوش مسلا على اسطوانة تبقى الاسطوانة بنفس حجم الشابلونة. لان الشابلونات احجامها بتختلف ومحيطها بيختلف. فده معناه ان انا كل محيط او كل نوع شابلونة اجيبه لازم اجيب له اسطوانة على قده. فالافضل ان انا اعمله بنفخ هوا فالهوا بياخد استدارة الشابلونة بتاعتي. وبيضع الفيلم على الشابلونة الدائري وبالصق نهايته بيدقة مع تطابق العلامات او السربون بتاعتي. ودي حتة مهمة جدا 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 في الوضع الافلام. هنا هو بعد ما بقى حط الاسطوانة بتاعتي على قلب المنفوخ ده ببدأ اشد عليها الفيلم بتاعي. وما ببدأ اشد عليها الفيلم بتاعي لازم الفيلم ده هو تياخد نفس الاستدارة بتاعة الشابلونة الدائري بتاعتي. وكمان لازم القرصات تبدأ تقفل مع بعضها. وقلنا ان احنا احيانا بنسيب من واحد لاتنين ملي وده بيبقى غالبا معمول في التصميم بتاعي. الواحد من اتنين ملي ده بيعمل في ايه? الواحد لاتنين ملي ده هو ببدأ اراعي فيه زم اه الركوب بتاع الاستوانة او ركوب التصميم على بعضه. وكمان براعي فيه اننا اللون ده مش بينزل على مسطح صلد. لا ده بينزل على قماشة. والقماشة ده معناه ان القماشة ده طري او مرن. فده معناه ان اللون هيبدأ يحصل له عملية تشرب. فلازم اراعي الموضوع ده هوت عشان لما اللون يفرش على القماش ما يحصلش ركوب على بعضه فيبدأ يعمل لي الوان في النص فتعمل لي مشاكل فيه عملية الطباعة او يعمل لي لون زيادة خلاف الالوان اللي انا آآ محتاجها. وده غالبا بيطراعى فيه عملية التصميم لان هو هو بيصمم او المصمم وهو بيصمم فيه مكتب التصميم او في مكتب الرسم بيراعي الكلام ده هوت لانه بيسأل على نوع القماش ومعدل تشرب القماش ده. فكل ما كان معدل تشرب القماش عالي فيه بيبدأ يعمل فيه نسبة فراغ من واحد لاتنين ملي ازياد لكن لو كان القماش تشربه قليل فما بيعملش نسبة آآ فراغ كبيرة عشان القماش بينزل عليه لون مباشرة. فدي بنراعيها فيه عملية التصميم. وعلامات التكرار او الصلبان لازم بتطرعى فيه عملية التصميم بتاعي. بعد كده بامسح الشابلون الدائري ببودرة التلج لمنع وجود اي بصمات او لسق عليها عشان لو فيه اي حاجة تبدأ تبان عندي فيه قبل عملية التصوير عشان ما تتصورش فيه التصوير لان لو فيه بصمة ولا حاجة هتتصور فيه عملية التصوير بتاعي وتعملي مشاكل في عملية اطباعة فيما بعد. بعد كده بلف الفيلم على الشابلون الدائري معما لوحظت اتجاه دوران الصوانة واني يكون وجه الرسمي للداخل. نخلي بنا مهمة حتة مهمة جدا 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 ان وجه الصوانة لازم يبقى للداخل وليس للخارج. يعني وجه الرسمي لازم يبقى فين للداخل مش للخارج. يعني الرسمة ما يبقاش لبرا. لا. لازم يبقى لجوه. يعني المكان بتاع الرسمة بتاعتي لوش الاستوانة. عشان اما ينزل على الطباعة يحصل له العكس. رفا يحصل التصميم احصل به على الشكل اللي انا عايزه. تمام? يبقى بلف الفيلم على الشابانون الدائري مع ملاحظة جاء الدوران الاستوانة ويكون وجر الرسم ايه للدخل. وبعد كده اخطي الاماكن الخارجة عن التصميم لعز لها تماما بحيس انها تتعرض لا تتعرض ايه للضوء. بعد كده برفع ضغط الهوى عشان افضل الاستوانة من داخل الاستوانة المطات. ثم بلف الشابلونة وافتح الاضاءة عشان ابدأ قدي الوقت اللازم على حسب نوع التصميم بتاعي اللي احنا اتفقنا عليه. بعد كده عند بداية التصوير بقى بعرض الشابلونة للضوء على حسب نوع التصميم والمساحة خلاص بقى مش هنتكلم فيها دي تاني. وخلاص عرفنا الوقت اللي احنا بنشوف فيه قد ايه. بنقسم الشابلون بقى ازاي ونعمل الصوبان ازاي. اول حاجة مهمة جدا ودي نخلي بنا منها آآ. لازم واحنا نمص كده مع بعض ان انا عندي الشابلونة الدائري بالشكل ده. لازم اعمل فيه خط منتصف عشان الشابلون بتاعي. يعني ايه الكلام ده? يعني انا عندي لو انا عندي الاستوانة مدورة عندي بالشكل ده. يمكن نشوف هنا مع بعض كده ورقة اهو. عشان نشوف الاستوانة. لو انا الاستوانة بتاعتي هيك ده. مدورة بالشكل ده. دي الاستوانة دي الاستدارة بتاعت الاستوانة بتاعتي. فلازم اخد خط مستقيم هنا في النص كده. الخط ده. بيبدأ يعمل ايه الخط ده? عشان يبقى الخط ده بالزبط يبقى هو نص الاستوانة وفي نفس الوقت نص التصميم. ليه? لاني ما ينفعش مسلا لو انا التصميم بتاعي مش على قد الشابلونة كلها. هو محيطه لازم يتفق معه محيط الشابلونة ده مش مختلفين فيه تماما. لكن لو انا التصميم بتاعي مش على قد الاستوانة كلها. العرض بتاعه مش على قد عرض الاستوانة. ما فيش مشكلة خالص. يعني لكن لازم المحيط يبقى على قد ايه محيط الاستوانة يقبل عدد صحية. دي ما فياش اي شك وما فياش اي اختلاف. لكن لو انا التصميم بتاعي مش على قد الاستوانة كلها او حتى على قد الاستوانة كلها. لازم ما بصش الاقي التصميم حدف مني اي مين او الاقى التصميم حادف مني شمال. لا ده لازم محيط التصميم يبقى على قد محيط الاستوانة. فلازم أخط خط بلنصque والخط في النص red voice يبقى هو هو الخط بتاع منتصف التصميم فاما اج WILL احط التصميم مش بيحكمني صلب Ellie اللي هي الجانبية او الرباعية بتاعت التصميم? لا بيحكمني كمان خط النصف. فلازم التصميم بتاعي يبقى في وصب الشابلونة بالزبط. يبقى التصميم بتاعي لازم يبقى فين? في وسط الشابلونة بالزبط. في وسط مركز الشابلونة. ما يبقاش لا جاي بيمين ولا جاي بشمال. لا ده لازم يبقى في نص مركز الشابلونة بتاعتي. ويبقى النق اه ده الخط بتاعه. كمان لازم اسيب مسافة خمسة سانتي من يمين على جاينباية الشابلونة سواء كانت من الجهة اليمين او من الجهة الشمال. ليه بقى? ليه بسيب المسافة اللي هي الخمسة سانتي اللي هي اليمين والشمال? لاني الخمسة سانتي اللي بسيبهم هنا يمين وهنا بسيبهم شمال ودول مهمين جدا 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 لاني في حاجة عندي مشابلونات او في القماش، في حاجة اسمها البراصل بتاع الشبـ.. القماش ,فالبراصل ده عيات لو جدت على التصميم او جدت داخل في التصميم او جدت على التصميم هتبدأ تعملي علامات في التصميم دي حاجة جزء التاني ويمكن ده المهم جدا ان انا القماش بتاعي ده مش حاجة صلبة او حاجة سبتة ده القماش ده بتاعي ده بيجي مين وبيجي شمال فانا لازم اسيب له الخمسة سنتي دولار عشان لما يجي مين سنة او يجي شمال سنة طبعا احنا وإحنا بنطبع بنراعي الكلام ده جدا جدا في الطباعة والصناعي اللي بيبقى واخد باله قوي ان القماش لو لوحي منه يمين يبدأ يحركه بس ده ما يمنعش ان هو احيانا هو انا بشغال القماش ساعات بيلوح مني مين او بيلوح مني شمال فلازم وهو بيلوح كده او بيلوح كده لازم ارجع الحق فيه فعشان كده بسيب خمسة سنتي يمين وخمسة سنتي شمال عشان لما القماش يجي مين او يجي شمال ما يتأثرش او البراصل تبدأ تتحرك فيه التصميم بتاعي او البراصل تبدأ تعلم في التصميم فبسيب خمسة سنتي مين وخمسة سنتي شمال للتصميم يعني خمسة سنتي مين وشمال دولت ميبقاش فيهم تصميم ليه عشان البرسل لو جي كده او جي كده ما يأصرش على القماشة بتاعتي ويعمل لي علامات في التصميم بتاعي فيما بعد لما بيجي ينزل على القماش وانا بالحق فالحتة دي لازم ناخد بالنا منها جدا وبعد كده بنعمل الصلبان يبقى انا باخد الاول خط مستقيم وبعد كده سيب خط سنتي مين وخط سنتي شمال وببدأ احط التصميم بتاعي على سطح الخامة او هالفه على الاستوانة اللي موجودة عندي من الجانبي بعد كده بنحدد الصلبان لكل شبلونة وكل لون ناخد بردها من حاجة بوهين معكم اننا دلوقتي لو انا عندي تصميم اربع لون ده معنى انها هيبقى عندي اربع شبلونات ولازم الاربع شبلونات القرصات بتاعتها تبقى كلها واحدة الكلام ده بيفرق معايا في ايه بيفرق معايا في التشغيل ليه؟ لاني ممكن يبقى فيه لون من الالوان مايبقاش على قد مساحة الاستوانة كلها يعني ممكن مثلا لون احمر اللون الاحمر ده مثلا هيبقى في جزء من نص بس من الاستوان فاللون ده هيبقى جزء في النص في الاستوان بس ده مش هيبقى على الاستوان طب انا بقى لو ااخد خطه منتصف اه لو ااخد خطه منتصف الكرصات بتاعت يمين وشمال متزبطين مع اللون اللي قابله يبقى انا بعد كده اما ايجا حط الاستوانات ولا بعضيها في عملية الطباعة هتبقى كلها منتظمة وكل الالوان تركب على بعضيها لكن انا بقى لو انا جيه حطيت مسلا نفترض اللون الازرق خطيته يمين الاستوانة سن مش في النص واللون الاحمر حطيته هنا شمال عشان ازبط الاستوانات ده شيء من رابع المستحيلات لان انا حطيت اللون اللاحمر مسلا فيه على شمال اول استوان جت في الاستوانات تانية انا بحط بمزاجي بقى فاستوانات تانية روحت جاي باللون الازرق اتنين ملي تلاتة ملي زياد جيت اللون الاخضر حطيته في لون حتة تانية زياد فبصة لاقي الاستوانات كلها استوانة جاية كده واستوانة جاية كده واستوانة جاية كده واستوانة جاية كده فاجي عشان ازبط الشابلونات او الاستوانات عشان يعمل كده ممكن يتعبني جدا 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 في عملية الزبط وبصة لاقي ان الشابلونات كلها مش مزبوطة معايا. فلازم اعمل ايه? لأ. لازم يبقى عندي خط منتصف. فكل التصميمات هتبقى في النص بتاعت الاستوانة. آه هتروح مني اتنين ملي تلاتة ملي دي بقى بيزبوطها بالرجلاش بتاع الاستوانة بتاعتي سهلة بان انا اجيبها ينين سنة او شمال سنة تبقى حاجة بسيطة. لكن ما بصش هلاقيه مرحل كل. فعشان كده بنقول لازم يبقى فيه خط منتصف بجانب الاربع كروسات اللي انا بركبهم مع بعض بالنسبة ليه كل لون موجود عندي. يبقى بنحدد السلبان لكل شبلون وكل لون وكون السلبان طبعا بنهاية وبداية التصميم بتاعي. فيبقى انا كده اقدر اتحكم في الشبلونات بتاعتي وابدأ اتحكم في اليمين والشمال بتاعي في كل اتجاه. بعد كده بنعرض الشبلون للضوء وبنحطه فيه حض ماء بارد. الحض ماء البارد ده عشان التصميمات اللي موجودة زيادة اللي موجودة عندي بنعرض الشبلون للضوء ونحطه في حوض ماء بارد لمدة من خمسة لخمستاشر دقيقة في المية. والماء ده لازم يبقى ماء جاري متحرك يعني متجدد حتى لا تتركز في حوض الغسيل. ممكن يبقى الماء جاري نفسه او ممكن تبقى الاستوانة بتلف فيه اه شبلونات. يعني انا ممكن يبقى الماية بتاعتي مية جارية عادية او الاستوانة عندي بتلف فيه الحوض. مش لازم مش لازم ان المية على طول بتروح وتيجي. لأ. ممكن تبقى الاستوانة نفسها. بتلف في الحب بتاعي بعد انتهاء عملية التصوير. يعني انا بعد ما خلاص حطيت الكورسات ولفيت الفيلم بتاعي وعملت الخط المنتصف وبتديت تعرضت للضوء وخلاص اتعرض للضوء واتعرض للضوء بالاضاءة الكافية بحطها في المية المية دهيت عشان جرايانها ده. لو فضلت موجودة كده بس هبصة لقي البكرمات كلها بتنزل تحت وهبصة لقي ان الشابلونات جزء منها وقع كله وجزء التاني موقعش. فلا يبقى لازم الماء جاري. الماء جاري مش شرط ان المية تفضل مدفوعة بشكل مستمر لكن ممكن الاستوانة كمان ممكن يبقى المية تبقى مدفوعة بشكل مستمر وممكن كمان الاستوانة تبدأ تلف في الحوب بتاع المية اللي موجودة عني. فده يبقى كده عمل حركة للاستوانة او الحوض يفضل زي ما هو. وده بيبقى ماء بارد لمدة من خمسة لخمستاشر دقيقة في ماء جاري متجدد. حتى لا تتركز البكرومات في حوض الغسيل. وبذلك نجد الاماكن اتعرضت لها الضوء تصلبت. والاماكن قلنا اللي لا تتعرض للضوء بالضوء في المية. ودي هي اماكن الرسمة او التصميم بتاعي. ودي اللي بتبقى مفتوحة ودي اللي بينزل منها اللون بتاع الطباعة بتاعتي. بعد كده بقى باخد الشابلونة بعد ما خلصتها من المية الدافية دهيت او المية الموجودة دهيت وكانت جاريع فيها. والاماكن اللي ما اتعرضتش للضوء ابتدت تقع. بابدأ اجفف الشابلونة وبعد كده برجع الشابلونة بضقة. ولو في اي رطوش او اي حاجة بابدأ اا اعملها او اا اصلاحها يعني. احط عليها مادة حساسة واصيبها بقى تتصلت شوية. وبعد كده اوت اتأكد انها كلها تمام وما فيش اي مشكلة. وبعد كده اوت اعمل لها عملية تكفيف. المرحلة الاخيرة بقى بنحمص الشابلونات عند درجة حرارة مية وتمانين درجة لمدة ساعتي. يبقى انا بعد ما بعمل بعد ما خلص خلصت ونزلت المية بتاعتي اا بعد ما بخلص المية بتاعتي وخلصت الشابلونات بقى اتحمصت وحصل لها كل حاجة بقت تمام. ببدأ باخد الشابلونة عندي. نشوف مع بعد كده. ببدأ اخد الشابلونة عندي بحطها بقى في مجفف. المجفف ده بيبقى درجة حرارته مية وتمانين درجة مئوية. الكلام ده بيبقى بيبقى مدة تقديه ساعتين. طب ليه بقى بيحصل الكلام ده? لان انا بيحصل الكلام ده هوت لان انا ببقى عايز الشابلونة بتاعتي يحصل انا خلاص. تصميم وقع والاماكن اللي هي بتصورت والاماكن اللي هي ما تعرضتش للضوء وقعت وتمام وبقى الشابلونة عندي زي الفل وما فاش اي مشكلة. ابدأ بقى اعمل ايه? اه. ابدأ اعمل بقى عملية التسلط. فاحطها بقى فين? في مجفف درجة حرارته كان مية وتمانين درجة مقوية. لمدة قدية ساعتين. ليه بقى? لان انا خلاص انا عايز المادة الحساسة داية تتسلط على كده. لاني وقعنا اللون وبقت الاماكن بتاعت التصميم مكشوفة اللي هينزل منها اللون اه صوري وقعنا المادة الحساسة والاماكن اللي هي اللي هينزل منها اللون بقت مكشوفة خلاص وبقت من نسبة لي تمام وعملت الرتوش وعملت كل حاجة عايزها بقى تتسلط على هذا الوضع عشان هذا الوضع هو اللي هيتم فيه عملية الطبعة. اما باقي المراحل ان شاء الله بازن الله هناخدها مع بعض ولكن في الحلقة القادمة باستنى اسفصالكم على آآ قناة اليوتيوب للتعليم الفني واشوفكم على خير وسلام عليكم.